وابتدى المشوار ليس أغنية المرحوم عبد الحليم حافظ ولكن هذه مصيبتنا وطلابتنا التي تعودنا عليها ولكن المشوار والخلاف هذه المرة بدأ مبكراً ومن لحظة الولادة الأولى عندما كلف السيد الزرفي ليكون مكلفاً جديداً لرئاسة الوزراء والمفارقة الكبرى في هذا الموضوع أن السيد الزرفي كان من المفروض أن يكون مكلفاً للقوى السياسية الشيعية لأنه وبحسب ما اعتدنا عليه هو مكلف القوى الشيعية ولكن في اللحظة الأولى أو الوهلة الأولى أن يكون للأخوة الشيعة أو المكون أو سلطة سياسي الشيعة أن يكون لهم خلاف ومن اللحظات الأولى لمرشحهم هذه قضية يجب أن نتوقف عندها لأنها تطرح استفهامات واستفهامات كثيرة ما هو السر وراء هذا الخلاف وإن كانت المفاوضات وإن كانت اللجنة السباعية ولنماذا هل هم انقلبوا على السيد الزرفي أم أن هناك حقاق أخرى في الكالوس السياسي لا ندركها وبذلك نذهب لمعرفة ما الذي جرى في هذه اللحظات وفي اللحظات التي تليها هل أن عملية عدم الموافقة على الزرفي هي فعلا قضية دستورية يشكل عليها أو تشكل عليها القوى السياسية الشيعة أم أن هناك خوفا أو تخوفا من أن السيد الزرفي قد لا يكون هو الرجل الذي تبغيها القوى السياسية لأنه ليس من دوائر التأثير أو النفوذ الإيراني المباشر أو الذين يعتقدون أن الزرفي لا يمكن أن يحقق معادلة يبغيها آخرون بإخراج القوات الأمريكية من العراق لأنه يحسب على الولايات المتحدة الأمريكية هذه الجدلية وهذا الصراع إلى أي مدى سيستمر وإذا استمر بهذا والبلد يمر بأزمات خطيرة من هذا النوع إلى أين سننتهي والحكومة مشلولة ورئيس وزراء بصلاحيات كاملة مرض يهدد الناس نزول في أسعار النفط ميزانيات خاوية من يدرك الذي يجري في هذا البلد حقيقة وهذا الذي تحاول أن تسوقه القوى سواء المؤيدة أو الرافضة من يقتنع أن في هذا مصلحة للوطن سواء الذي يرفض والذي لا يقبل أو الذي يقبل نحن أمام معادلة خطيرة جدا